قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالده إن قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال في المناطق الفلسطينية كافة يعد انتصاراً لصالح الضحايا المدنيين والقضية الفلسطينية وإنه إقرار بوجود جرائم ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتستدعي تحقيقاً دولياً وأوضح الشلالده أن اللجنة ستقوم بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جينيف الأربع واتفاقيات حقوق الإنسان مبيناً أن تقرير لجنة التحقيق يستند لتقارير منظمات حقوق الإنسان وبذلك يصبح بمثابة مستند قانوني دولي وأكد وزير العدل على أن هناك فرقاً بين حق تقرير المصير وإرهاب الدولة وأن الفلسطينيين لهم الحق المشروع بكل أشكال المقاومة استناداً للمادة رقم 151 من ميثاق الأمم المتحدة والعالم أجمع على هذا الأمر